ما ذكره النائب المستجوب من وقائع يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تنص المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعروض أمامكم كل شخص شهد الاتكاب جريمة وعلم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ويعاقب من امتنعه عن التبليغ ممالاتاً منه للمتهمين بعقوبة الامتناء عن الشهادة كما تقرر المواد ليست مادة واحدة فقط لكن قانوننا مليء بالمواد التي تضبط أن نتكلم كلام على عوانيها أو أن نكون مستندة على وقائع محددة يجرم فيها القانون للمتلقي إذا قرأ الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب أن يقرأها وتمر مرور الكرام ولكن ليس لمن يخلص في قسم وليس لكافة العاملين في هذه الجهتين تقرر المواد 20-37-38 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة على أن الإبلاغ لا يعد حقا للمواطن فقط بل واجبا مفروض عليه بل وفرض جزاء يتمثل بمعاقبة كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها في هذا المحور لا يوجد ويمكن تقديمه من توضيحات طالما لم يتقدم بها المستجوب بتحديد الوقاع المدعى بها والتي وزير الخارجية هو الظرف المكاني والقانوني مسؤول عنها فنكرر أهمية الطلب من السيد النائب توضيح مواطن الهدر والتبديد للمال العام ترجمة نانسي قنقر